وينضم إلينا من نفس المكان من الموقع الأثري في سباستية من نابلس مرسلنا خالد بدير خالد ما الذي يحدث ولماذا كل هذه الانتهاكات والتعنت الإسرائيلي بشأن هذا الموقع نعم نتواجد الآن نحن في الموقع الأثري في سباستية إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس هذا الموقع وتحديدا ساحة البيضر هي منطقة طرابية كما نشاهد جرى خلال الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا البلجيكيين بتمويل مناطق سي لإعادة تأهيل الموقع وإعادة بريقه لإعادة جذب أكبر للسياح هنا في المكان المخطط يشمل لإنشاء بعض المواقف الخاصة بحافلات السياح وكذلك أيضا بتعبيد الطرق الداخلية وصولا إلى بالتأكيد القصور الرومانية التي تقع في الجهة المقابلة الإسرائيلي ومنذ اليوم الأول لموافقة الاتحاد الأوروبي على هذا المشروع وتحديدا البلجيكيين قام وقدم اعتراضاته على أرض الواقع وهدد فعليا بتدمير وهدم المشروع عند إنجازه الإسرائيلي يطالب في هذه الساحة التي نشاهدها أمامنا بالكاميرا إلى أن يكون موقف مخصص للمستوطنين أثناء فترات اقتحاماتهم المتكررة يعني يوم الخميس الماضي كان هناك اقتحام متكرر وقد تم إغلاق ساحة العمل أمام كافة الجهات المنفذة للمشروع تأمينا لإقتحامات المستوطنين الجهات الرسمية وتحديدا بلدية سباستيا ترفض مطلقا أن تنفذ الإملاءات الإسرائيلية في هذا المكان طيب لكن خالد مع هذا الرفض من قبل بلدية سباستيا والانتهاكات الإسرائيلية أنا أرى العمل على قدم وساق يعني هذا أنه هناك رفض لكل هذه الانتهاكات الإسرائيلية والعمل ما زال مستمرا في المكان نعم صحيح هذه هي الرسالة التي تحاول بلدية سباستيا ووزارة السياحة الفلسطينية أن توصلها للجانب الإسرائيلي هي رسالة تحدي لتمرير المخطط الفلسطيني فيما يتعلق والموقع الأثري في سباستيا رفضا للإملاءات الإسرائيلية حقيقة بعض الأجزاء من هذا المشروع والتي نشاهدها هنا ما ينجزه بالتأكيد بعض العمال الفلسطينيين من إنجاز للأرصفة عندما يتم الانتهاء منها هناك محاولات إسرائيلية لهدمها وهذه المحاولات هي الشبه يوميا في معركة مستمرة بتأكيد مع الجانب الإسرائيلي العمال الفلسطينيين تعرضون يوميا لمضايقات إسرائيلية قبل قليل مهندس المشروع أكد إلى أن الجانب الإسرائيلي يكبد أيضا خزينة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي مبالغ إضافية على قيمة المشروع البالغة بـ 600 ألف دولار لتنفيذ هذا المشروع ولكن تبقى الأعمال الجارية حتى يتم تنفيذ بالتأكيد المخطط الفلسطيني بتخصيص بعض المواقف للحافلات وليس بالتأكيد لاقتحامات المستوطنية وصلت الصورة بشكل وافي شكرا جزيلا مرسلنا خالد بدير من الموقع الأثري بسبستيا في نابرس شكرا جزيلا خالد